وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي النطق الرسمي باسم الحكومة سعيد أمزازي يبرز بسالة جديدة أنه تم احترام جميع التدابير الصحية من أجل اجتياز امتحانات نهاية التكوين المؤجلة بالنسبة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل برسم دورة 2020 وذلك في ظروف جيدة جاء ذلك بمناسبة زيارة ميدانية قام بها لمركزي الامتحانات بالمعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية بكل من سنة جديدة ويعقوب المنصور بالضباط الحمد لله الظروف جد مواتية احترام البروتوكول الصحي الذي تم اعتماده من طرف الوزر من طرف المكتب الظروف آمينة بفضل الانخيرات والتعبئات للجميع ومن جهتها قالت المديرة العامة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل لبنة ريشة إنه تم اتخاذ كافة إجراءات المواكبة من أجل إعداد المتدربين المعنيين بالامتحانات مذكرة بأن دورة مخصصة للمراجعة انطلقت منذ مطلع يوليوز الماضي تم الإعداد لهذه الامتحانات عن طريق اتخاذ مجموعة من تدابير شملت المواكبة القبلية للمتدربين حيث تم انطلاق حساس الدعم والمراجعة ابتداء من شهر يوليوز الماضي كما تم تنظيم سلسلة من حلقات الدراسية لفائدتهم حول استعداد الامتحانات في هذه الضرفية الاستثنائية تم تنشطها من طرف مختصين في المجال بالإضافة إلى هذا ستنحصر الاختبارات على تقييم الكفاءات المتعلقة بالوحدات التي تم تطرق إليها حضوريا بين شهر شوتنبير 2019 وشهر مارس 2020 ويجتاز مجموعه 59.717 متدربا بالمؤسسات التابعة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل امتحانات نهاية التكوين المؤجلة برسم دورة 2020 بمختلف المدن المغربية باستثناء الجهات التي تخضع لقيود صحية مرتبطة بانتشار جائحة فيروس كورونا ترجمة نانسي قنقر